موسيقى السلام عليكم المحاضرة الثانية عشر من الفصل الثالث الاتزام الايوني المحاضرة السابقة كملنا النوع الاول من الاملاح واليوم لدينا النوع الثاني من الاملاح التي تتكون من القواعد القوية والحوامض الضعيف حتى نبدأ بهذا نأخذ مثال عليها ونفتهم الفكرة مالتها طبعا دعي أقرأ هذه الكثة الصف حتى نحول المثال يقول عند إذابة هذا النوع من الاملاح يكون المحلول ضوصة قاعتها بعدين سوف أفهمكم ليش دائما بسبب قابلية الايون السالب لاملاح العائد للحوامض الضعيف في التفاعل مع ايونات عش الماء دعي أعطيكم المثال شوف المثال وبعدين أرجع لهذه الشرح المثال شو يقول يقول علل عند ذوبان ملح خلات السوديوم في الماء يتكون ملح قاعدة زين؟ أخليه هنا وأكتب ونشرح عليه مثل ما اتفقنا شنو اتفقنا؟ اتفقنا بأنه أنا لازم أجي أكتب الملح أول شي شكال لي ملح خلات السوديوم شنو خلات السوديوم؟ لازم يعني حفظة اللي هو C-H-3-C-O-O-N-A C-H-3-C-O-O-N-A هذا هو خلات السوديوم شنو خلات السوديوم؟ خلات اللي هي مين جايتني؟ جايتني من C-H-3-C-O-O-H اللي هو حامض وتخليك اللي هو حامض ضعيف وال-N-A اللي هي جايتني من ال-N-A-O-H اللي هي قاعدة قوية هسه صار عدي مشتق شوف انتبهوا جي قلت؟ هذا ملح مشتق من قاعدة قوية وحامض ضعيف انتبهتوا؟ هسه ده تفتهمون شون ده اشتغل؟ هذا الملح مشتق من قاعدة قوية وحامض ضعيف فراح اكتبهم فوقها هذا حامض ضعيف وهذا قاعدة قوية هسه راح ابدي افكك هاذه يتفكك شو تكون عندي؟ يتكون عندي C-H-3 C-O-O سالب زائدا ال-N-A الموجب هسه اجيش افكك هسه اجي افكك ال-H-2-O المي رايح جاي من يش يتكون من H موجب زائدا ال-OH السالب هسه ارجع للفوق القاعدة انا اندي حامض ضعيف من يجي شوف هاذ C-H-3-C-O-O من يجي يتحول الى نواة ايش يصير يصير الحامض يصير قاعدة واكتب قريم مصح متفقنا قريم والضعيف رايح يتحول الى قوي هسه اجي قاعدة قوية القاعدة يصير حامض واكتب قريم والقوي يصير ضعيف شا اتفقنا اتفقنا القوي هو ليتفاعل القرين القوي هو ليتفاعل القرين القوي هو ليتفاعل هذا قرين ضعيف هذا قرين قوي قرين قوي شنو إشارته سالبة 100% راح يتفاعل وي الموجب مدام إشارته سالبة راح يتفاعل وي الموجب من الموجب الأو أجل والأجل إذا راح يتفاعل سالب وي الموجب ش راح يصير عندي راح ينقص الأجل الموجب فيصير الأو أجل زيادة فيتكون عندي محلول شنو قاعدي او ملح قاعدي واضحة الفكرة رح تكون عندي محلول او ملح قاعدي فش يقول عند ذوبان ملح خلاط الصوديون في الماء يتكون ملح قاعدي شوفوا تكون ملح قاعدي بس معادلات حلتي حلي لا لازم اكتب له شوفوا اش راح اكتب له اقول له وذلك نفس الصياغة اللي صغناها سابقا وذلك لانه ملح مشتق من حامض ضعيف بقوسي انشلو حامض ضعيف شنطاني قاعدة قارينة قاوية وش اكتب له اكتب له صيغتها سي اتش ثري سي او او سالب واسد القوس وبعد شنو مشتق من شنو وح قاعدة قاوية منوية هاي الان اي او اتش وقاعدة قوية بان قوسين شنو صارت حامض قارين ضعيف واكتب له شنوية ان اي ان ان اي موجب هاي هذا الحامض القارينة ضعيف والقاعدة القارينة القوية منو اللي راح راح يتفاعل طبعا القاعدة القارينة القوية فاكتب ستتفاعل ستت فاعل او سيتفاعل القاعدة القارينة القوية منو هي سي اتش تري سي او او صالب مع ايون منو الاتش الموجب مو ويا ما تفاعلت شوف سي اتش تري سي او او صالب وهي الاتش الموجب للماء فيقل تركيز اتش الموجب ايون اتش الموجب ويزداد تركيز ال او اتش السالب حسا ليه هنا قاني كتبتا زين شاد مني يقول ويتكون محلول قاعدي ويتكون محلول قاعدي ليش بسبب زيادة ايون او اتش السالب حسا استاذ هذا احفظه هذا الحتي دا دا شوفني شون دا صيغ دا صيغها عن طريق التفاعلات التي سويتهم قلت اهم شي اكتب مشتق وذلك اللي انه ملح مشتق مين مشتق مشتق من هذا حامو ضعيف اللي هو قاعدة قرين قوية وقاعدة قوية اللي هو حامو قرين ضعيف حسا شبي ستتفاعل القاعدة القرينة ها هي القاعدة القرينة القوية اللي هي هاي معيونة الـ H الموجب للماء فيقل تركيز الـ H الموجب ويزداد تركيز الـ H السالب من ذات تركيز الـ H السالب راش راح يصير بي راح يصير المحلول قاعدة زين اذا سألنا على P H المحلول خلو شي ببالكم تركيز الـ H الموجب تركيز الـ H الموجب يتناسب عكسيا عكسيا يتناسب عكسيا مع الـ H يعني شنو من يزداد الـ H يقل الـ H من يزداد الـ H تركيز الـ H يزداد يقل الـ H هسا صار تركيز الـ H ازداد إذن الـ H عفو تركيز الـ H قل مو هنا قلنا سيقول تركيز الـ H فما دام قل تركيز الـ H إذن الـ H ما دام قل الـ H إذن الـ H راح يزداد بهذا السؤال ما دام تركيز الـ H قل إذن الـ H سادت لأن اتفقنا الـ H ويا الـ H يتناسب عكسياً. يتناسباً عكسياً. وهذه الفكرة. نرجع للصفحة القبلها. اللي قلت لكم هاي ثلاثة صفحات. اللي عفوا ثلاثة أسطب. بتلكم بعدين شرحها. عندي ذوبان هذا النوع من الاملاح يكون المحلول ضوصفة قاعدية. شفهمتكم هسا ليش. سكان المحلول ضوصفة قاعدية لأنتركيز الأو أجزاد. قاعدية دائماً بسبب قابلية الايون السالب للملح. هذا الايون السالب للملح العائد للحمض الضعيف تفاعل مع ايون الأتش الموجب في الماء لتكون الحامض الضعيف. وبالتالي نحصل زيادة في ايونات الاو اتش السالب. قلت لكم زاد تركيز الاو اتش الزالب. فتظهر الصفحة القاعدية للمحلول. امثلة على هاي الاملاح كي سي ان. شوفوا هنا كي سي ان. الكي جعني من الكي او اتش. والسي ان جعني من الاتش سي ان. هذا حامض ضعيف وهذا القاعدة قوية. وهذا هستوني شرحته. والاتش سي او او ان اي. هذا ايضا. حامض الفورميك. حامض الفورميك اللي هو حامض ضعيف والان اي اللي هو قاعدة قوية. نجي على امثلة اخرى لهذا النوع من الاملاح. نشوف. نشوف مثال اخر. خلي نجي على هاي الامثلة اللي هي الواجبات. نجي نشوف. طبعا عندي ما نمنطيكم اربع واجبات. اربع واجبات. تدرون تجعون على اي واجب من هاي الواجبات. تشوفون يقول علل واجب. خلينا اختار النفذ واحد او اثنين من هاي الواجبات ونحلها. نجي نشوف يقول علل. عندي ذوابان ملح فورمات البوتاسيوم اللي هو اتش سي او او كي. في الماء تزداد قيمة البي اتش. شوف اهنا حجة على البي اتش. اهنا حجة على البي اتش. وهنا المحلول الماء اللي خلات الصوديوم. هذا نفس اللي حليته. هذا نفس اللي حليته. اللي هو خلات الصوديوم قاعد. دي يقول لك المحلول قاعد. حسوني حليته قاني. فما عندي اي مشكلة نفس الحلي اللي حليته تكتب الضبط. تزداد قيمة بي اتش الماء المقطر. عنده اضافة ن اي اف اليه خلي احل هذا تزداد قيمة ان اي اف الماء المقطر عند اضافة ان اي اف اليه اجي اول شخطوة شا سوي اكتب الصيغة مع الان اي اف هاي صيغة الملح هاي مين جايتني الان اي اف انتبهولي مين جايتني الان اي اف راح اسوي لها يتفكي التفكيك تام ينطيني ان اي موجب زائدا الاف الاسعلي هسه ايش الان اي جايتني من ان اي او ايش وشنو هي قاعدة قوية قاعدة قوية سين الاف مين جايتني الاف جايتني من اللي هو حامض ضعيف. اللي هو حامض ضعيف. اذا صار ادي قاعدة قوية وحامض ضعيف. شوف انا هسا انا اتنت ما ادرب الملح وهو شنه هو. انا ما ادرب مين جايبي الملح. بس عنا شو سويت? ج packet اذا هذا الملح جايبي من قاعدة قوية وحامض ضعيف. خلي اجي اشوف. زي. القاعدة القوية ش راح تنطيني? القاعدة قوية راح تنطيني حامض قرين حامض قرين هو قوي صار ضعيف والحامض الضعيف يصير قاعدة قرينة قوية قاعدة قرينة قوية حس اش اسوي افرقك مي رايح جاي ينطيني زائدة الو اتش السالب هس اجي من اللي يتفاعل القرين القوي هو اللي يتفاعل حال بعد ما تنسوها القرين القوي هو اللي يتفاعل هس اجي شنو اشارته سالبة اذا مية بالمية راح يتفاعل ويا الموجب من الموجب الاتش الموجب اذا راح يتفاعل هذا الاف السالب ويا الاتش الموجب هسه اجي اكتب صيغة الاجابة شاكتب وذلك وذلك لانه ملح مشتق من قاعدة شبيه هاي القاعدة قاعدة قوية بين قوسين شاكتب قاعدة قوية بين قوسين حامض هاي القاعدة القوية اللي هي انا اي صارت حامض قرين ضعيف اللي هو شنو هي اللي هي اي موجب وسد القوس وبعد من شنو مشتق و و حامض ضعيف اللي هو من هو يعني قوسيا قاعدة 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 اللي هي من الاف السالب ستتفاعل او سيتفاعل القاعدة القرينة القوية القاعدة القرينة القوية اللي هي الاف السالب مع مع ايون الاح الموجب للماء فيقل تركيز الاح الموجب ويزداد تركيز الاح الاح السالب هسا اجي اشوف واش قاعد لي تزداد قيمة الاح الماء المقطر عنده اضافة هذا هسا اجي قللي الاح الماء المقطر راح تزداد بما انه فيقل تركيز الاح الموضيب ويزداد ويزداد تركيز البي اتش عنده نقصان تركيز ايون الاح الموجب متفقنا لانه وذلك لانه تناصبهما عكسي دي ايش نقص ينتفقنا تناصبهما عكسي فمن يقل تركيز من ينقص تركيز الاح الموجب تركيز البي اتش وحل السلات واجر الخط ينتهي حل السؤال ينتهي حل السؤال او المثال نجي نشوف يقول علل تزداد القيمة العددية لبي اتش الماء النقي عنده اضافة خلات الصوتيوم او سيانية البوتاسيوم فيه يعني نفس الحل همين تجي تجيب سيانية البوتاسيوم شنو سيانية البوتاسيوم كي سيان سيانية البوتاسيوم هو كي سيان تجي تفككه شرح تفككه يقول له هذا مين ما تجي وهذا مين جاي تجي هذو نطاني هيت نطاني هيت نطاني حام بقرين ضعيف ويقاعدة قرينة قوية وهنو شنو الحل ماته هذه بالنسبة إلى تعاليل الأملاح بالنسبة للنوع الثاني طبعا إلى هنا راح تنتهي محاضرتنا حسب هاي المحاضرة هي للتطبيقي والأحيائي المحاضرة القادمة راح تكون حول قوانين الأملاح وأمثلة في الرياضيات للأملاح راح تكون للأحيائي فقط المحاضرة القادمة راح تكون للأحيائي فقط